موسيقى وأجرت الكتلة تقييما عمليا للمنهجية التي تعتمدها الدولة اللبنانية من خلال سلطاتها المعنية في التعاطي مع هذا النمط الإرهابي ومفاعله الخطيرة على البلاد والمواطنين وتابعت الكتلة المساعي والاتصالات الجارية لإنجاز تشكيل الحكومة السياسية الجامعة باعتبارها ضرورة وطنية خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد بعد ذلك استحضرت الكتلة بمناسبة السادس من شهر شباط خلاصة ما أنتجه التفاهم التاريخي بين حزب الله والتيار الوطني الحر من حصانة وضمانات وتفاعل وطني بين مكونين أساسيين للمجتمع اللبناني عززاء عبر تلاقيهما الواضح والصادق والفاعل أهمية العيش الواحد بين تنوعات أهلية تحت صقف الوحدة الوطنية الملتزمة بالحفاظ على الاستقلال والسيادة الحقيقيين وبمواجهة التحديات المصيرية برؤية استراتيجية مشتركة تصوب الأداء السياسي العام في البلاد بعيدا عن سياسات الزواريب والمصالح الشخصية والفئوية المتعارضة مع منطق بناء الدولة والنصوص الدستورية وبمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران توجهت الكتلة بأحر التهاني والتبركات للشعب الإيراني العظيم ولسماحة الإمام القائد السيد علي الخامنة إدام ظله وللمسؤولين كافة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية معربة عن افتخارها واعتزازها بالتجربة الرائدة وبالإنجازات الكبرى التي حققتها إيران الثورة على مختلف الصعود والمستويات وبالتضحيات الجسام التي قدمتها من أجل حماية استقلالها وسيادتها ونموذجها الحضاري المميز الذي يحمل بصمات وروح الإمام الخميني المؤسس قدس الله سره كما أعربت الكتلة عن بالغ امتنانها للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا على المساندة الدائمة لاستقرار لبنان ولحقه المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته المتواصلة وعلى الدعم الكبير لإعادة إعماره وفي نهاية الاجتماع خلصت الكتلة إلى إصدار البيان التالي أولا إذا أتماد الإرهاب التكفيري في ارتكاب الجرائم والتفجيرات المتنقلة التي تستهدف اللبنانيين ومناطقهم تشدد الكتلة على أهمية تنفيذ خطة وطنية شاملة وردعية تتولى مسؤوليتها السلطة الرسمية وأجهزتها كافة بمشاركة ودعم كل المكونات اللبنانية بهدف ضبط الأمن وتأمين الاستقرار وحماية المواطنين وإن مصلحة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم تستوجب محاصرة هذا الإرهاب وعدم التهاون في مواجهته والتصدي لجرائمه التي تشكل تهديدا وخطرا يطال الجميع ثانيا إن تشكيل الحكومة السياسية الجامعة يقتضي من كل المعنيين حرصا زائدا وديناميكية أفعل لتذليل العقبات والموانع التي تحول دون مشاركة المكونات السياسية كافة بأحجامها وأوزانها الفعلية وإن الفرصة الراهنة لا تسمح لأي تشاطر من شأنه أن يوفر مادة طعن في ميثاقية الحكومة أو دستوريتها أو ينتقص من الشراكة الوطنية الحقيقية في تركيبتها وترى الكتلة أن الجهود والمساعي الجارية يجب أن تنصب في الاتجاه الذي يفتح آفاق التعاون المطلوب بين جميع المكونات السياسية ويوفر على البلاد مزيدا من التعقيدات على أعتاب استحقاق رئاسي وشيك تحرس الكتلة على إنجازه في موعده المحدد ثالثا إن التفاهم التاريخي الذي جرى توقيعه في السادس من شهر شباط للعام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر قد تجاوز بنجاح العديد من الاختبارات في مراحل دقيقة وصعبة بفعل الصدقية التي التزمها الطرفان على المستوى القيادي والتنظيمي وبفعل التفاهم القائم على الثقة المتبادلة إن الكتلة ترى أن تعميم هذا التفاهم وتعزيزه سيؤديان إلى تحقيق ما يصب إليه الطرفان من وفاق وطني حقيقي قائم على تصور موحد لتقدير مصلحة لبنان عند كل استحقاق أو منعطف رابعا وأخيرا تابعت الكتلة باهتمام وقائع مؤتمر جنيف 2 لتسوية الأزمة السورية التي تطال بتداعياتها الأوضاع اللبنانية وتأمل أن تسفر جولات الحوار عن حل سياسي واقعي يضع حدا لاستنزاف سوريا وقدراتها ويلبي تطلعات الشعب السوري نحو استئناف الحياة السياسية التي تحمل استقرار وتحفظ السيادة والوحدة وتتحقق فيها الإصلاحات وتضمن تعزيز القدرة على الصمود والممانعة بوجه المخاطر العدوانية الإسرائيلية وأطماع والتسلط والهيمنة انتهى البيان وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله